بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة الذي وافق الثامن من آذار من كل عام تستعيد المرأة العراقية شريط معاناتها الممتد على طول السنوات الماضية مع اقتراب الذكرى العشرين للاحتلال الأمريكي تحديات جم واجهة النساء العراقيات حيث كنا عرضة لما شهده البلد من انفلات أمني ومعارك متواصلة وغياب القانون وانفلات السلاح فتعرضنا لعمليات القتل والترويع والاختطاف وغيرها من الانتهاكات التي جعلت المرأة العراقية تتخذ من اليوم العالمي للمرأة مناسبة لإظهار معاناتها بدلا من الاحتفال به انتشار حالات الطلاق نتيجة لأسباب عديدة أبرزها العنف الأسري وانتشار المخدرات والفقر والبطالة جعل المرأة تقع ضحية هذه الظاهرة فيما ارتفعت في السنوات الأخيرة حالات انتحار الفتيات نتيجة للضغوطات الكبيرة إضافة إلى المعانات المجتمعية تعاني المرأة العراقية من التعصف القانوني ضدها لا سيما ما يتعلق بأمهات وزوجات المعتقلين والمغيبين والتي يواجهن معاناة مركبة تتمثل بغياب المعيل ومهمة تربية الأبناء في ظل ظروف اقتصادية صعبة أما قضية النزوح فهي تمثل شاهدا آخر على مأساة المرأة العراقية بوصفها ضحية لدورات متكررة من الصراع والنزوح الجماعي والدمار على مدى العقدين الماضيين وبحسب المجلس النرويجي للاجئين فإن المرأة العراقية هي التي دفعت الثمن الأكبر من عمليات النزوح حتى أن النساء يبضين خوفا كبيرا من العودة إلى ديارهن مشيرا إلى أن واحدة من كل عشر نساء نازحات ذكرن بأن ممتلكاتهن محتلة من قبل الميليشيات المآسي والصعوبات التي تواجه المرأة العراقية والتحديات التي تضعها بعض العادات والتقاليد السارية في المجتمع العراقي لم تمنع نساء أخريات من شق طريقهن نحو تحقيق النجاح لكن ذلك لا يلغي حقيقة الظروف الصعبة التي تعيشها المرأة العراقية أسوة ببقية شرائح المجتمع العراقي اشتركوا في القناة